مساء الخير مشاهدينا مجموعة من الأخبار الاقتصادية والبداية مع العناوين سوريا والصين إلى مستوى جديد من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين في وزارة الزراعة اجتماع لمناقشة تسويق موسم الحمضيات وتقديرات الانتاج تصل لثمانمائة وخمسة وعشرين الفطن أهلا بكم كانت سوريا قد انضمت رسميا لمبادرة الحزام والطريق في كانون الثاني من عام الفين واثنين وعشرين واعتبر الرئيس الأسد في تصريحات سابقة له أن المبادرة شكلت تحولا استراتيجيا على مستوى العلاقات الدولية في العالم حيث تعتمد على المصالح المشتركة عوضا عن محاولات الهيمنة التي يتبعها الغرب لافتا إلى أن الصين كدولة عظمى تحاول أن تعزز نفوذها في العالم بالاعتماد على الأصدقاء والتي تؤدي إلى تحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإمنية لدى كل الدول الموجودة في هذه المبادرة وتعزز الاستقرار والازدهار في العالم تربط الصين والسوريا علاقات صداقة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وقد أقام البلدان العلاقات الدبلوماسية رسميا في الأول من أبغسطس عام 1956 حيث كانت سوريا ثاني دولة عربية بعد مصر أقامت جمهورية الصين الشعبية معها العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الاقتصادية والتجارية بدأ التبادل التجاري بين الصين والسوريا منذ زمن بعيد حيث وصل طريق الحرير القديم المشهور دمشق وتدمر في سوريا وقعت الصين وسوريا كثيرا من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري من أهمها اتفاقية التجارة والدفع واتفاقية التجارة والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي إضافة إلى اتفاقية التجارة واتفاقية التجارة الطويلة المدى واتفاقية التشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية التجارة والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي إضافة إلى اتفاقية منع الازدواج الضريبي بعد ذلك أقامت الحكومتان الصينية والسورية لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة وفي إطار العلاقات المتميزة وقفت الصين إلى جانب سوريا في أزمة الكورونا حيث سلمت وزارة الصحة مساعدات طبية لدعم استجابة القطاع الصحي لجائحة كورونا مقدمة من جمهورية الصين الشعبية وفي كانون الثاني يناير 2022 وقعت الصين وسوريا على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون بين الحكومتين الصينية والسورية ضمن مبادرة الحزام والطريق في دماشق شكل دخول سوريا إلى مبادرة الحزام والطريق بداية جديدة أكثر عمقا للعلاقات الصينية السورية ورسم أهم معالم العلاقات وسبول تطويرها كما وقعت سوريا والصين على مشروع لتوريد تجهيزات خاصة بالاتصالات والبرمجيات في حزيران يونيو 2022 أعلن السفير الصيني السابق لدى دماشق في انجبياو بدأ المساهمة في إعادة الإعمار قدمت الصين مساعدات اللقاح لسوريا كما سلمت الحكومة السورية مئة باص مقدمة من الصين كما أن الاستثمار الصيني في المعدات الطبية يعتبر من أهم توجهاتها قدمت الصين منحة مالية بقيمة 40 ألف دولار أمريكي لصالح الأمانة السورية للتنمية بحيباب شرق بدماشق ومنحة مالية تصل إلى 87 ألف دولار أمريكي لمصلحة مستشفى الأطفال بدماشق كما تقدم الصين دعما للحكومة السورية في مجال مشاريع التنمية وقدمت دعما كبيرا خلال الزلزال الذي ضرب البلاد بداية شباط فبراير الماضي حينها قدمت الجالية الصينية في سوريا مساعدات إنسانيا المتضررين من الزلزال و225 وحدة سكنية مسبقة الصناع إضافة إلى المساعدات الغذائية وغيرها من جمهورية الصين الشعبية تعد الصين شريكا موثوقا لسوريا خصوصا في المجال الاقتصادي وإعادة الإعمار حيث أن الصين لديها القدرة على إنجاز البنى التحتية في الإعمار في المناطق السكنية والمدنية بسرعة استثنائية زيارة الرئيس الأسد والسيدة أسماء إلى الصين واللقاءات مع الرئيس شي جين بينك ومع مسؤولي القيادة الصينية وكذلك الوفد السوري الكبير المرافق في هذه الزيارة يكسبها أهمية كبيرة ستشكل نقطة انطلاق مهمة على طريق التعافي الاقتصادي والسياسي في ظروف دولية جديدة تنهي تدريجيا القطبية التي كانت أمريكا خلالها تسوق العالم باتجاه الهوية ناقش اجتماع في وزارة الزراعة المقترحات الموضوعة لتسهيل الإجراءات أمام مراكز الفرز والتوضيب واستكمال الاستعدادات لدات لمسم تسويق الحمضيات 2023-2024 والذي وصل تقديرات إنتاجه لـ 825 ألف طن وزير الزراعة محمد حسان قطن أشار إلى اتفاق المقايدة الموقعة مع العراق المنتجات الزراعية مقابل المحروقات على أن يتم التكليف بتجهيز الإنتاج للتصدير وفق المواصفات المطلوبة كذلك تضمن الاجتماع استعراض نسب ارتفاع تكاليف الإنتاج سنويا ونسب الكميات المصدرة التي وصلت إلى نحو 90 ألف طن سنويا بالتوازي مع بحث مقترحات محافظتي ترطوس واللاذقية لإنجاح موسم التسويق قيمنا خطة العمل وحددنا ما هي التوجهات للمسار الجديد هناك دعم كبير سيكون على للسيارات الشاحنة التي تقوم بتسويق المنتجات إلى دول الخليج ودول الجوال تصدير هذه الحمضيات التي تكسب سمعة طيبة في هذه الدول هناك خارطة تم وضعها على مستوى مناطق الانتاج حددنا من خلالها ما هي الأصناف الملاهمة لكل منطقة انتاجية لضمان تدرج الانتاج على مدار الموسم وعدم حدوث فائد بالانتاج دور المؤسسة السورية للتجارة في هذا الإطار هو يرتبط بالدرجة الأساسية فعليا بتسويق بشكل مباشر من الفلاحين ضمن ارتفاع أجور النخل الحالي لأصبح مكلفة على مستوى أخوة الفلاحين وارتفاع أسعار الصناديق الحقلية أيضا فأصبح دور مهم جدا لتخفيض التكليف على الأخوة الفلاحين وبنفس الوقت المحافظة على وجود منافس للقطاع الخاص انتاج في محافظة اللازقي يغدل لهذا العام حوالي 658 ألف طون وهو انتاج معقول وجيد طبعا من الممكن الأرقام تكون أفضل من هيك ولكن الظروف العام يتمر فيها زراعة الحمضيات وخصوصا العقبة الأساسية تكمن في شيئين أساسيين مستلزمات الانتاج والتسويق لدينا انتاج المحافظة من الحمضيات هذا العام 174 ألف طون من الحمضيات بزيادة حوالي 20 ألف طون على العام الماضي نحن موجودين إن شاء الله وعندنا مجمل من الاقتراحات المفروض نطلع بتوصيفيات نحلها المشكلة ونحقق عائدة جيدة لفلاحنا وزارة الزراعة قامت بكل المطلوب لحتى ينجح المحصول من ناحية تأمين المياه الرأي التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية تأمين الأعداء الحيوية للمحافظة على مئيزة الخلوم من الأسر المتبقي للمحصول منحت هيئة الاستثمار السورية بموجب أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة سيلفات الأمونيا وسيلفات البوتاسيوم واليوريا فوسفات بتكلفة تقديرية تتجاوز 37 مليار ليرة وذلك في المدينة الصناعية بعدرة ووفق الهيئة يهدف المشروع إلى تخفيض فاتورة الاستيراد من هذه المواد وتغطية الاحتياجات المحلية من الأسمد الزراعية والمواد الخام الداخلة في العديد من الصناعات مثل الإسمنت والزجاج ومواد البناء وغيرها وذلك بأسعار مناسبة للمزارع والصناعي وفي السياق كشف المدير العام لهيئة الاستثمار ميديان دياب أن هناك مشروع جديد لمجففات الزرة سوف يتم منحه إجازة استثمار قريبا مؤكدا أهمية هذا المشروع لجهة دعم العمليات الانتاجية للفلاح في كل مشروع وبالانتقال إلى الأخبار العالمية قال الرئيس الاحتياطي الفدرالي أن لجنة السوق المفتوحة بالفدرالي سوف تراقب البيانات الاقتصادية من أجل قرارات الفائدة المستقبلية مشيرا إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة تضغط على استثمارات الشركات كما أن التضخم لا يزال فوق المستهدف المحدد عند مستوى 2% وجاء ذلك بعد أن ثبت الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة دون تغيير عند النطاق بين 5.25% و 5.50% الفدرالي لا يزال غير مقتنع تماما بأن التضخم على المسار الصحيح إن عملية خفض التضخم إلى 2% أمامها طريق طويل لكننا ملتزمون بذلك الفدرالي مستعد لرفع الفائدة مجددا إذا كانت الظروف مواتية لمثل هذا القرار لا أستطيع اعتبار الهبوط الناعم خط التوقعات الأساسي لدينا وفي الوقت الحالي لا أرى زيادة كبيرة في معدل البطالة لكن ذلك ليس مضمونة أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناكا تأجيل العديد من الإجراءات الرئيسة لسياسة المناخ في المملكة المتحدة في قرار نعتبر الدوافعه انتخابية وانتقدته الأوساط الاقتصادية وحتى أصوات من الحزب الحاكم أنا واثق من أننا قادرون على اتباع نهج أكثر واقعية وأكثر تناسبا لبلوغ حيادية الكربون مما يخفف العباء عن العمال ونعتزم تأجيل الحظر المفروض على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزيل خمس سنوات إلى عام 2035 بدلا من المهلة التي كانت محددة سابقا حتى عام 2030 أخبار الاقتصاد انتهت شكرا للمتابعة وعودة إلى وفاء شكرا للمتابعة Bernie اعددت أعبوة ورحمة الهنة أتوالي أعبوة شكرا للمتابعة أعبوة شكرا للمتابعة أعبوة جمع أعبوة أعبوة